السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله على قناة إلكتروني دت نت ومعاكم محمد لبسيمي كالعادة واليوم استعراض الجوال الجديد لكنها جوال على غير المعتاد نوكيا لأول مرة من فترة بسيطة نزلت أول جوال لها يعمل على نظام أندرويد رغم من الهاتف يعمل على نظام أندرويد وهو شيء غريب بحد ذاته لأن الشركة تم استحواذ عليها مؤخرا من قبل مايكروسوفت مايكروسوفت صارت تملك نوكيا فليش نوكيا تروح وتسوي جوال يعمل على نظام منافس ما ندري ليش لكن النظام فعلا أندرويد لكن شكله مختلف نوكيا فضلت أن يكون عندها شكل مختلف تصميم خاص فيها ما نعرف القصة الكاملة وراء التليفون لكن اليوم بنعطيكم نظرة على نوكيا إكس اللي هو أول جوال من نوكيا والوحيد اللي يعمل على نظام أندرويد النوكيا إكس أمامي الآن تصميمه جدا بسيط عندنا شعار نوكيا في الخلف هنا أنا عندي لون لسود فيه عدة ألوان متوفر فيها الجهاز عندنا سماعة سبيكر هنا وهنا كاميرا 3.15 ميجابيكسل كاميرا متواضعة جدا عندنا أزرار الصوت هنا التحكم بالصوت وهنا زر القفل وتشغيل الجهاز تحت منفذ لـ USB عشان الشحن وبس الجهة هذه ما فيها شيء من الأمام طبعا الشاشة تجمع أثار الأصابع بشكل غرافي ما هي مضادة للشيء هذا شعار نوكيا فوق وعندنا هنا زر واحد فقط زر واحد في الجهاز من الأمام هو زر باك إذا ضغطناه مرة واحدة أو زر هوم إذا خلينا راصصين عليه كذا بيرجعنا للواجهة الرئيسية فتصميم النوكيا إكس تصميم بسيط جدا بلاستيك خلفيته يجيب عدة ألوان ما في أي فلسفة على قلتهم تصميم فقط يأدي الغلط نظام التشغيل الخاص بالنوكيا إكس هو أندرويد لكن الواجهة واجهة معدلة من قبل نوكيا تشبه شوي الويندوز فون لكن يعني مش بالكامل لا أبدا طبعا الواجهة هذه نقدر نعدل الأشياء اللي فيها التايلز اللي هي المربعات هذه نغير حجمها طبعا مشكلة لها مفيدة بتغيير الحجم يعني المشكلة فيها أنها مو زي ويندوز فون لايف تايلز تغير الكلام اللي داخلها والأشياء باستثناء بعض التايلز البسيطة مثل الجالري مثلا فتغيير الحجم ما أشوف له فايدة كبيرة لو جينا من فوق نشوف قائمة التنبيهات عندنا هنا لا توجد بطاقة سم لا توجد بطاقة سم لأن الجوال يقدر يحمل بطاقتين سم لو رحنا هنا نقدر نروح للإعدادات الخاصة بالجهاز إعدادات أندرويد المعروفة نرجع للصفحة الرئيسية نقدر نشوف كيف أن التصميم الخاص بالواجهة معدل لكن لو حبيت تقدر تحطه على واجهة أندرويد المعتادة عن طريق أنك تنزل لونشر من المتجر بالحديث عن المتجر المتجر الموجود هنا متجر خاص من نوكيا فيه تطبيقات نوكيا الرئيسية وتطبيقات مايكروسوفت لكن نقدر نسوي حاجة ثانية واللي هي ننزل برنامج اسمه One Mobile Market هذا باختصار شديد رح يفتح لك الماركت حق أندرويد كامل تقدر تشوف الماركت حق أندرويد زي ما بنشوفه في أي جوال أندرويد ثاني وتحمل كل التطبيقات اللي تبيها شاشة الجهاز حجمها 4 إنش من نوع IPS و480 في 800 بيكسل بالنسبة لي كجوال تحت 500 ريال أعتبرها من الشاشات الكويسة يعني في الفئة هذه يعني صراحة شفت كم صورة صراحة في الجهاز وكانت كانت شكلها حلوة الأنوان حلوة فيعتبر الشاشة من النوع الجيد الكاميرا بالمقابل في الخلف قلناها 3.15 ميجابيكسل قدرة التصوير حقتها الفيديو 480 بي حتى ما تصل للـ HD و30 إطار في الثانية طبعاً اللي بيشتري جوال زي هذا ما يتوقع أنه راح يأخذ ذيك الصور المنتازة جداً يعني تصوير لمجرد التصوير فقط يعني للحاجات الضرورية لكن غير كذا لا أحد يتوقع كثير أبداً من الكاميرا الأساسية اللي موجودة في هذا الهاتف طبعاً لا أحد يتوقع أداء خرافي من الجهاز في النهاية نحن نتكلم عن معارج ثنائي نواة وذاكرة عشوائية 512 مقارنة بالجوالات الثانية اللي نشوفها في السوق فالواحد يعرف أي شيء يتوقع أداء من الجهاز أيضاً الجهاز داخله 4 جيجابايت من الذاكرة التخزينية وتقدر توسعها عن طريق أنك تفتح الغطة هذا ومن الخلف تقدر تضيف SD كارد ورح يعطيك حتى 32 جيجابايت من الذاكرة التخزينية الإضافية إذن النوكي إكس كان جوال أندرويد ومن نوكيا شيء غريب وشيء أول مرة يصير لكن له أفضل جوال نوكيا وله أفضل جوال أندرويد لكنه يعتبر خيار للي يريد أن يجرب هذا الخليط نوكيا زائد أندرويد اللي ما قد تصار من قبل تقدر تحمل عليه كل تطبيقات أندرويد تقدر تحول واجهتها مثل واجهات أندرويد الجوال سعره أقل من 500 ريال سعره 400 ريال شوي لكن لما نتكلم عن جوال بهذا السعر تبقاتنا لازم تكون نازلة وما تكون عالية جداً لأنه يعتبر جوال اقتصادي وسعره معقول يشغل شريحتين في ناس كثير تبحث عن جوال يقوم بهذه المزايا فأنت شفتوا اليوم إيش يقدر يقدم النوكيا إكس وتكلمنا عنه بشكل كافي والخيار لكم إذا كان يناسبكم النوكيا إكس أو لا كان معكم محمد بسيمي على قناة إلكتروني ديت نت وكالعادة يا شباب اللايك منكم يعتبر دعم لنا وإحنا جداً جداً منكم مبسوطين لذلك وأيضاً اللي ما اشترك في القناة الحين يشترك وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات مستقبلية مع السلامة